ايه كلمة الهر يا كبتا؟ الهر دي لما بعد ما خدنا بطولة افريقيا سبعين وجوم بتوع كانوا فريق نادي بريمن فردا بريمن تفرجوا على الماتش تفرجوا علينا وجوم حضروا وطالبوا ان انا اروح المانيا بعد ما كانوا بيلعبوك وماتش ودي ورحت عملت عادي هناك ومعايشة وقعدت يجي شهرين هناك باتمرن ولعبت مع عمد شاطو الدية وعملت عقد كان معانا رحمة الله عليه كابتن علي عثمان طب ايه اللي رجعك؟ اللي رجعني اقولك كان معانا كابتن كان يعمل عملية عنده مشكلة في رجله وكابتن علي عثمان رحمة الله عليه كان موجود معانا وبعدين رجع هو بالعقد يعني الرجل اللي عمله عقدي هناك ليه وهو قامل المدير الكورة قال له انا هجيب لك الاستغناء بتاعتي علي بس فالراجل حتى سلم عليه وباسه وكده وانا بضلت هناك وبعدين طلعين بقى تور استعدال الدولي فقبل ما سافرت لقيت بقى المندوب عثمان بي كان ليه مندوب يعني انت جيت من المانيا طور مع فالة الإسماعيل ما سافرتش رغم ان معك العقد والعقد موجود الله يرحمه كابتن علي لاخر ايامه بيقول لي على فكرة ان العقد بتاعك لسا عندي لا اله المهم يعني فلقيت المنصر عثمان طبعا بعاتلي وقال لي لا احنا مستمرين هنعكمل في افريقيا لان احنا اللي بمثل مصر في افريقيا النادي اسماعيل كان مستمري عشان الدوق كرة كتوقفة الهن 67 وان حلعب بمين وبتاعك وترجع في الحال حتى راجل قال لي الجروس عثمان العثمان الكبير يعني يعني يقولك ميدلي لازم ترجع رجعت انه برضو كان عندنا ان انت رئيس النادي ده حاجة بالنسبة لك طبعا بس انما تلعب برا في اوروبا وانت وبتعمل اسم زي محمد صلاح مثلا كده وزي النمني وزي دريزي جيه لعيبة كتير جدا واحجاز اللي بيلعب برا يعني ده طبعا لا ما كانش فيه من كابت المصطفى الوعي ده على فكرة انا ما كنتش محتاجة اخد استخدام كمان لان هكنا هواء ايوه صح كل اللي هتعمله تبعت حقوق الرعاية وكان قيمة العدد ديها كابت لا مش فاكر بس يعني حاجة معرفش يعني في البداية كان 3000 دولار في الشهر او اربعة حاجة كده بس كنا بناخديني عشرين جديد واحدة الجاتوس ويلا كابتن علي بعد ما لعبت مباراة الترسانة وده غلبت اربعة واحد الجمهور بعد كده ما كانش يراضي على الفرقة اوه انا اكتر واحد انت اكتر واحد اه لان اوه زود ليه انت ضاعت جوال ساعتها ما ضاعتش جوال يعني لا يعني برضو بس يعني ملعبت شكور ما لمسش شكور اه فالناس مستقى لانه برضو الكلام كله على انه على بقريشة خليفة رضا او البديل بتاعها مرحوم رضا اه اخد بالك فدي طبعا المقارنة كانت صعبة رضا كان نجم النجوم وكان نجم انتخب مصر طبعا الله يرحمه وحسن الله فالناس طبعا اتصدمت فيها وبعد كده الوجود المدرب الاجنبي انتك سيخة اصر لعب اه ده ميزة المدرب لان انا مدرب مصري هيخاف من الجمهور بالظبط لا اصر ان انا نلعب ماتش اللي بعدي لعبت ماتش الاتحاد بعد كده جبت جول وطلعنا واحد واحد ومعنواتي جت يعني ايه خلاص عديت المشكلة الشي صغيرة دي فاكر الهدف احرسته ازاي اه بس ما جبتوش بالدماغي لا جبته برجلي برجليك جبته برجلي في نهاية الموسم جبت ثلاث تجوال في نهاية الموسم اللي هو 65 66 لعبت اخره وبعدين جاء بقى الفاصل اللي جاء ماتش الزمالك والاسماعيل اه ما هنا ماتش الزمالك والاسماعيل اه قالوا ان الكابتن على بجريشة مش عاوز يلعب خايف من المرة وخايف مش عاوز يلعب ان الكابتن الشيح تجابك وقالك لا هتلعب الماتش ده صحيح وهتلعب وكسبته ثلاثة اه ده صحيح لانه لغاية بالليل وعملت ماتش انت بقوله ماتش عالمي دي بداية الشهرة ده ماتش ده ماتش الشهرة اه 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 انا بصراح اخوف تلعب لغاية قابل الماتش بنص ساعة ونادوا على كابتن سيد حامد رحمة الله عايقشان يلعب مكاني وبعدين كان معنا دكتور رحمة الله عليه الدكتور شاوئ عوض الله اه جاء كده حاطلي مش عارف معجون سنان اول مال عظيم بقوله على كده عجون سنان عشان ينظف رجلة قلت له اهه فشاحت اشجعني الحقيقة وسادي السقه قال ليه نظور كبير يعني انت كنتم مصاب وخايف تلعب وانا مصاب ولا حاجة امال هو ايه اعمل انا مش عايز العب انا خايف ليه بقى كاته انا عارب ان المتشي اللي عابله انت عملت مطش وحش قوي وما كنت شايت جمه راضي عنه وبعين عملت مطشي كويس وبعين جا مطشي بقى القمة القمة اللي هو يا اما يخلص على القيم يا اما تكمل مشوارك كويس يا هتكمل المشوار الوحش دي حقيقة بس هو ده اللي حصل ده اللي خوفني يعني فشاحت حسب دي والسقه قال لي بقولك انت حتلعب هتلعب كويس هتلعب وحش انت لا حتلعب احنا جربنا كله فانت اللي حتساقك وربنا وفقك وعبدت العمر اه اه وقردت العمر شطة اولاني ممكن صفر صفر ما شفناك ما شفتش الكورة برطه وخدت الكورة شاحت حيحطها رحت لنا نشايتها من قدامه اه طالع طابر المهم مشوطة تاني بقى اه هكي انك بقى لك عشرين سنة بتالعب ركزتي بقى لا حاجة غريبة حاجة بتاعت ربنا يعني اه نزلت انت حكمت وعملت اول جون وانتو مع شاحتة وقا جول اجابش اعنا مجيبش على جول اه بس صناعة اه صناعة الجوال ودي بقى بداية الانطلاق اه هو بيعمل الباصة مثلا الاخيرة عشان يصنع منها هدف كانت الناس بتبص دايما لصانع الهدف للي جاب الهدف للي جاب الهدف دلوقتي الصورة تغيرت اه طبعا يعني انت المباراة بتاعة الزمالك درامين انت ما جبتش فيها جوال انما صنعت منها هدفين اه وطلعت كسبانين الزمالك تلاتة تلاتة اه الصحب محيد دين فكري اه في مجلة المصور اه عبد الكريم صار انت في الوقت ده وانت بعد نشوة المجسب الكبير وكسباني الزمالك انت حسيت ايه بالكلام ده هالكلام ده رفع معنمياتك ولا خلت لا خوفت اه خوفت استقبلتو ازاي لا بخوف لانه طبعا الناس دي يعني في الكورة لها باع كبير جدا في الكورة وانا لسه يدوب ماتشين نعم فكان هنا دور مرحوم صلاح كان ليه دور كبير معاي اما ارى الكلام ده فقال لي قال لي الكلام ده مش مصبوط يعني نبهك اه نبهي قال لي بقص الكلام ده يخليك تبطل كورة وفي ناس كتير بطلت كورة كده اه قال لي الكلام ده انت مش قد الناس دي وانت لسه معملكش حاجة وانت عمرك في الملعب ماتشين ثلاثة فقعد فتك ان الكلام ده بس كان جريء محبيب فكري صراحة واول عين لقطتني وعمل وهو ده صاحب عمل البوش ده عليك اه عمل اسبوط كده عليك وراح مش عالي للدنيا وبتاع فالحمد لله انه وجود مرحوم صلاح ومرحوم شيحتة كان عملية مهمة يعني انت بتحكي الوقت من ضمن الكلام يا كابتن علي وانت بتتكلم على المرحوم صلاح ابو جريشا ليه بصمة على كابتن علي طبعا سواء كنت رحت القناة تحويل مصار في الاول حول مصارك وبعد كده شجعك وبعد كده تابعك وتابعك بعد كده طبعا طبعا فكان ليها مفعول كويس جدا ان اديتني يعني لا اهدأ انت مش كده ولا لسه موصلش لأي حاجة من الناس دي بس